موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم حبابي؟ طلاب الصف السادس اليوم يا أبطال يا حلوين بدنا نأخذ الدرس السادس من الوحدة الثانية الدرس كثير سهل وكثير بسيط درس خصائص شبه المنحرف خذوا نفس يهدأوا استرخوا من أسهل الدروس يعني حتى ما فيه تفكير بتشوف الشكل وبتمشي عليه وخلينا نأخذ مراجعة سريعة للوحدة من البداية إذا منذكريني أبطال يا حلوين ايش قلنا؟ قلنا ما نرسم المثلث كيف نرسم المثلث؟ بنحط هنا خط صح وبعديها بأمسكي شي اسمه فرجار بحط هنا راس الفرجار تمام وبحط راس هون شو بأرسم قوس تمام هذا طول الضلع الأول وبأمسك راس الفرجار كمان مرة بحطه هون وبفتح ضول الضلع الثاني وبارسوم طول الضلع الثاني وإما في عندي تقاطع يا أبطال يا حلوين ايش بأعمل؟ بوص بوصل تمام بوصلهم وبطلع معي ايه مثلث وقلنا يا أبطال قديم مجموع زوايا المثلث مية وتمانين درجة وحكينا بعديها عن شو عن خصائص المثلث وقلنا يا حبابي خصائص المثلث في عندي أنواع في عندي أول نوع المثلث هي متساوي الأضلع ليش؟ لأن مجموع قياس هذا الخط بالأحمر قياس زوايا المثلث كام؟ مية وتمانين درجة وحكينا كمان مرة يا أبطال عن نوع تاني من المثلثات اللي هو مختلف الأضلع شو اسمه هاد؟ مثلث بنقوله مختلف الأضلع والزوايا فيه غير متساوي الزوايا شمالها غير متساوي متساوي هذا المثلث مختلف الأضلع وحكينا يا أبطال إن في عنا نوع من المثلثات إيش اسمه؟ إذا متذكرين المثلث متساوي الساقين هاي مثلث متساوي الساقين وقلنا في المثلث متساوي الساقين بكون في عند ضلعين متساويين هذا الضلع يساوي الضلع هذ وقلنا يا حبابي إن زاوية تي القاعدة هي القاعدة يا حبابي هي زاوية القاعدة يساوي أي بعض تمام؟ فهمنا؟ واحد شاطر قال لها كذا بتنزل عمود شايفين عمود هاي عمود هيك تسعين درجة تمام هذا العمود تسعين درجة بيكون بنصف ايه القاعدة بنصف القاعدة من النص وبنصف زاوية ايه الرأ الرأس هاي هي حباب المثلث شماله هاذ متساوي للصاقين واذا انتو مش بتذكرين الحكي هذا ما تتردد تدخل على الفيديو ايه السابق وتراجع منه او اسألني بالمركز يعني ما فيه اي مشكلة طيب تمام وحكينا يا ابطال يا حلوين بعد الحكي هذا كله بعد ما حكينا حكينا عن ايش اسمه شبه شبه ايش المنحرف قولنا يا ابطال شبه المنحرف شكل شماله رباعي شو شكل رباعي شاني رباعي يعني له اربعة اضلع هاي اربعة بالانجليش تمام بالانجليزي اربعة اضلع تمام وقولنا فيه ضلعين شمال اقل ايشي فيه ضلعين متساويين ولا متوازيين اكيد متوازيين شايفينهم هذا الضلع يوازي هذا الضلع تمام وبعدها يا أبطال يا حلوين حكينا إن فيه عند الضلعين شو ما لهم مش شرط يكونوا متوازين أو مش متوازين يعني ما بهمني متوازين أو غير متوازين مش شرط تمام شو يعني متوازي يعني حبابي إذا بظن مادة والعمر بلتكي بهذا بظلك مادو هيك رح يلتقي محان بس هذا بظلك مادو رح يظل ماشي هيك وهذا رح يظل ماشي هيك والعمر هم رح يلتقي وكل واحد في شقة ثمنا هذا هو يعني متوازين هذا شو منسميه أبطال هذا منسميه سا ساق وهي شو بقى سميها هون قا قاعدة وهون شو منسميها كمان قا قاعدة هنا قاعدة الأولى وهون القاعدة التانية قاعدة قاعدة وهون شو منسميها ساق ساق ثمنا الحكي أظل مافهمناش كثير مهم يعني لو واحد أجا قلي تمام هذا ايه متوازي أطلاع هل هو حالة خاصة من شبه المنحرف نعم هذا الحكي صحيح تمام متوازي الأطلاع حالة خاصة من شبه المنحرف المعين حالة خاصة من شبه المنحرف لأنه بده شكل رباعي ويكون فيه شرط ايه من العين متوازين من شأنه شبه المنحرف طيب اليوم بدنا نأخذ درس تقريبا على نفس النمط كان درسنا الفات سهل واليوم بدنا نأخوه بنفس الطريقة طيب عندي النشاط العملي يعني هاي المس بتخليكوا تعملوه أتعاون أفراد مجمواتي في لص كل شيء كل شكل من النوع نفسه من الأشكال واحد اتنين ثلاث بجانب بعضي البعض للحصول على رسوم زخرفية ثم مقارنة النتائج التي نحصلها إلاحظك كلديث عن هذا المعين حقائما هيا هذا حبيبي شبه المنحرف شبه المنحرف شبه المنحرف شبه المنحرف شبه gras هل هناك فرق في رسم الزهري في الناتج من الشكلين 1 و 2 هاي الشكل 1 و 2 طبعا ما الفرق بين رسم الاشكال في واحد واثنين في واحد الحبايب الاشكال كل ضلعين كانوا متقابلات شمالهم متوازين بينما هنا مش كل اضلع متوازية هنا بس في عندي القاعدة طيب اتطلع معي هون ونشوف نشاط اثنين يلا يا ابطال يا حلوين اعتمادا على الشكل شبل منحر في الايات يتعاون زميدي في اكمال الفراغ فيما يأتي تستخدم المصطرة والمنقلة للقياس ما بيحبني اجد طول ساقي شبه المنحربة امسكيب المصطرة وبطولهم بقياس طولهم تقريبا يعني اذا في عندك كتاب رح يطلع هون تقريبا عشرة سانتي سين صاد يا حبايب رح تطلع تقريبا عشرة سانتي وعين نون كمان بتوقع عشرة سانتي هل هو متساويا نعم قياس الزاوية سين قدرت تطلع قياس الزاوية سين يعني قياس الزاوية سين الله اعلم هون والزاوية نون كمان الله اعلم كمان هون بس قياس الزاوية سين يعني خلينا نقول مثلا تطلع على سبيل المثال بتطلع ستين درجة ايق اكثر من ستين هاي بتطلع بتطلع خلينا نقول هون يعني مئة درجة وقياس الزاوية نون تطلع تقريبا مئة درجة هل هم متساويين نعم قياس الزاوية صاد اذا بتقيسها طبعا مش راح الارقام بس راح تطلع متساوية اذا من قياس الزاوية صاد هون يا ابطال قدرت تطلع على سبيل المثال مئتين مئتين ضل تمانين هون تمانين تمام تمام تمانين تمانين هل هم متساويين وهذا الحكي نعم ومجموحهم قدرت تلتمية وستين اذا بدي ارسم قطرين شو على القطرين اطلعوا مع القطر هاي اول قطر من هون لهون هاي القطر ونرسم كمان القطر هاي شايفين هذو الاقطار اسمهم طلعوا القطر كيف ارسم القطرين سين عين وصاد نون من سين عين مثلا تقريبا طول راح يطلع قول 12 سانتي وصاد نون قول راح يطلع 12 سانتي ما العلاقة بين طولهما مالهم متساويين تمام ومن هذا الحاكم نستنتهج خصائص شبه المنحرف مش هذا السؤال بهمني يهمني يا حبابي انك ايه تعرف من وين اجن الخصائص لشبه المنحرف نطلع يا حبابي على اتعلم كثير مهم اذا تساوى طولها ساقي شبه المنحرف يسمى شبه منحرف متساوي الساقي اذا طول هذا وطول هذا شو باسميه متساويات سسميه شبه منحرف متساوي الساقي طيب اذا تساوت زاويتي القاعدة في شبه المنحرف طول هناung زاويتي القاعدة through كلاتهم متساويات يسمى شبه منحرف متساوي الساقي كمان مرة كمان مرة اذا بقى هذا يساوي هذا فان ال�util زاويتين تبعت القاعدة انها متساويات وإذا تساوى طول القطرين هاي ثلاث حالات ساوى هاي طول القطر هاي طول القطر يسمى الشبه منحرف كمان مرى شو اسمه متساوي الصاقين إذن كم عدد محاور التماثل في شبه المنحرف متساوي الصاقين يا حبايبي محاور التماثل الاثنين المحور هاي القطر والمحور التاني القطر بيكون هو تشابه في المثلث متساوي الصاقين أي في شبه المنحرف متساوي الصاقين طيب نطلع على نشاط ثلاث نشاط ثلاثة كثير مهم بوضح لنا الأمور ما تخفض الأمور مش واضحة نفس الطريقة يا حبايب كثير سهل بس اللهم خصائص و بدك تحفظهم شو الخصائص خصائص كما بمره إذا في عندي قطرين متساويين بسميه شبه منحرف متساوي الساقين إذا كان نساقين متساويات بسميه شبه منحرف متساوي الساقين إذا كانوا نزواي القاعدة متساويات نسميه شبه منحرف متساوي الساقين يمسك أسامة بقطع من البلاستيك على صورة شبه منحرف متساوي الساقين حلو والشكل المجاور ألف باج يمدال هي تمثيل له فإذا كان قياس الزاوية ألف كده أربعين هاي الزاوية ألف كدهش أبطال معطينيها أربعين تيجي بتقول إذا الزاوية ألف أربعين هو متساوي الساقين كدهش الزاوية دال على طول أرب أربعين ليش لأن هاي نفس إيه نفس ساي أربعين درجة أربعين درجة تمام عبطة هنا أربعين درجة أربعين درجة خلف فيها أقامها ما بتفريكش هاي شو بنقول لها أربعين درجة وهي درجة الخمسة مغلب عليك هاي مش خمسة هي درجة يسمها أربعين pedih فما قياس كل من الزاوية با هاي الزاوية باسه ما بعرفها طيب جيم كدهجيم بعرف فاش طيب دال دال قد إيش طالت على طول أربعين طيب قياس الزاوية ده الأربعين لأن شو زاويتاي القاعدة شو ما لهم متزاويتان في شبه المنحرك متساوي الساقين طيب قياس الزاوية باكي بدي أحسوه طلع الزوايا حبايب الزرق والزوايا الحمر شايفين الزوايا الحمر هاي الزاوية الحمراء والزاوية الحمراء كلهم كدهش مجموحهم ثلاثمية وقدي وستين كدهش مجموحهم كلهم ثلاثمية وستين وين هي بدك تحفظها كده مجموح زوايا الشكل الرباعي يا حبايب هذي حفظ زي اسمك كده ثلاثمية وستين درجة طيب واحد بطل بيجي بحكي كلهم ثلاثمية وستين تمام أربعين واربعين راح منهم راح منهم ثمانين ده نقص ثمانين من الثلاثمية وستين قده بيطلع بيطلع حوان الجوال ثلاثمية وستين ناقص ثمانين يا أبطال يا حلوين بيطلع ميتين وثمانين صح طيب ميتين وثمانين درجة هون صح طيب الزاوية با شو كلنا تساوي الزاوية جيم يعني بدي أقسمهم من النص ميتين وثمانين على ثنين كدهب تطلع كل واحدة مية واربعين كدهب تطلع كل واحدة مية واربعين وهون مية واربعين إذن قياس الزاوية باقي ده مية واربعين وقياس الزاوية جيم مية واربعين ليش؟ لأن زوايا القاعدة شو بيكونن؟ متساويات زوايا كل واحدة من القواعد يكون متساويات هذا القاعد زواياها متساويات والقاعدة الزرقة بالزوايا الزرقة متساويات تفهمنا ولا ما فهمناش؟ هاي خطوة تديروا بالكم هيك بفكر كله تلاتمية وستين كدهش أخذين هذول الفوجة واحدة أخذت أربين والتاني أربين ماينا زي بعض كدهش ضال من الثلاتمية وستين ميتين وثمانين طيب تقولي ميتين وثمانين صح؟ قال في عندي هاي زي هاي ميتين وثمانين عم تكسيمها من النص معك ميتين وثمانين شكل كدهش تعطي كل واحد مية واربين شكل فبتطلع مية واربين ونروح يا حبابي على ايه على نشاط أربع طالوا معي يا أبطال يا حلوين بنشاط أربع رسمت نور شبه الملحرف متساوي الساقين المجاور وقامت برسم القطور سين عين شو القطور سين عين؟ أكمل الفراغ فيما يأتي مع ذكر السبب نون عين طلعوا نون عين طلعوا هون هينون عين قد ما أعطيناك هي خمسة صانتي طب ليش تلحبها خمسة صانتي هينون وهي عين؟ خمسة صانتي ليش؟ لأنه متساوي من شبه منحرف شماله متساوي الساقين يعني إذا هاي خمسة هاي قد تطلع خمسة ليش؟ لأن طول الساقين شو بيكون متساوي متساوي طيب طول الساقين شو بيقول له متساوي طيب طول القطور صاد نون طلعوا القطور صاد نون طلعوا هون من صاد نون هاي القطور شايفينه؟ كده طولة بتقول للقطرين متساويات في هذا صح؟ كده طولة يا حبابي ستة صانتي ليش؟ لأن طول القطرين شو بيكون متساويات؟ متساويات طول القطرين بيكون ايه متساويات؟ تشوف نشاط خمسة قامت على بقص جزء جانباي من كرتونة ملونة مستطيلة الشكل وعندما انتهت من ذلك بقي لديها شكل شبه المنحرف الظاهر رسمه في الشكل المجاور سين صاد عين نون والذي فيه قياس الزاوية سين كده سين هاي تسعين ماضيك إياها قده صاد تسعين وقياس الزاوية قده صاد كمان تسعين يسمى شبه المنحرف سين صاد عين نون شايف هذا فيه زوايا تسعين شو منسميه قائم الزاوية شو يعني زاوية قائمة؟ يعني تسعين وهي رمزها زي هاي شايفين المربحات؟ هذا رمز الزاوية القائمة كمان مرة شايفين هذا الشكل؟ هذا شبه المنحرف في زوايا شو منقول لهم قائمة؟ مدام في زوايا قائمة شو بأسميه شبه منحرف قائم الزاوية؟ شبه المنحرف قائم الزاوية هو شبه المنحرف بكون في إحدى زاويتين القاعدة تساوي قد تسعين درجة هاي هي فكرة شبه المنحرف قائم الزاوية إذا بدأناقش في النشاط السابق ما الجزء الذي قامت بقصه من الورقة حتى عصتها شبه المنحرف قائم الزاوية؟ اللي هو إيه؟ الجزء الأيمن تمام؟ طيب نشاط ستة طلعوا معي في نشاط ستة كمان حلو طلعوا شبه المنحرف قائم الزاوية المجاور ما قياس الزاوية نون؟ بده قياس الزاوية هاي واحد بطل بيجي بيقول لي شايفين هذا المربعات؟ هذا المربعات تقلتنا قبل شوين هذا المربع شو يعني؟ يعني تسعين وهاي المربع يعني تسعين طيب هنا قديم أعطيك إياها عين مية وعشرين إذن قديم مجموح طيب أنت بتقول لي كلهم كل زاوية الشكل الربع قديم مجموحهم لنكون حافظين وثلاثمية وستين درجة هذا بيكون حافظين وزي اسمكم طيب بتقول لي راح تسعين وتسعين ومية وعشرين صح؟ وتشوف بيضال نون إذن تلاتمية وستين ناقص اللي هي تسعين الأولى زائد تسعين الثانية زائد اي زائد المية وعشرين تسعين الأولى هاي تسعين الثانية اللي هي هاي والمية وعشرين هاي صح؟ عشان أطلع اللي ضلت لنون إذن ثلاثمية وستين هون وزي ما أخذنا في درس العمليات القوس أقوي شي تسعين زائد تسعين مية وثمانين ومية وعشرين قديم بيضال مية وثمانين ومية وعشرين يا حبايبي ثلاثمية ثلاثمية وستين ناقص ثلاثمية قديم ست ستين ستين قديم درجة قديم قياس الزاوية نون ستين درجة فينا نشاط ستة يا أبطال يا حلوين طيب تمام طيب لدي شبه منحرف متساوي الساقين هل يمكن أن أصنع منه شبه منحرف قائمة الزاوية؟ ووضح إجابتي عمليا طيب بوضبط ولا ما بوضبطج تصنع منه قائمة الزاوية؟ أكيد تقدر تصنع منه قائمة الزاوية طيب نشاط سبعة نشوف نشاط سبعة طيب شبه المنحرف متساوي الساقين إحدى زاوية قائمة فإن الشكل المسمى الناتج هي شبه منحرف يا حبابي متساوي الساقين يعني هون وهون وهذا متساوي الساقين يعني هون ديكون زي هاي تمام؟ هاي قائمة هاي قائمة هاي قائمة هاي قائمة هاي قائمة فإن الشكل شو يسمى يا حبابي مستطيل؟ أو إيه أو مرب مربة شبه منحرف متساوي الساقين وزاويتي القاعدة غير متساويتين هاي طلع هاي شبه منحرف متساوي الساقين وزاويتي القاعدة يا حبابي كمان مرة هاي شبه منحرف متساوي الساقين وزاويتي القاعدة يا حبابي مش زي بعض تمام؟ كل واحدة شكل فإن الشكل الناتج شو بقى سميها؟ توازي أطلع صح؟ بقدر أسميهم متوازي أطلع أو إيه أو معين تمام؟ هاي كمان معين هون هاي شبه منحرف وزاويتي القاعدة شمالهم؟ غير متساويتين بقدر أسميه معين؟ بقدر أسميه متوازي أطلع طيب شبه منحرف متساوي الساقين قطره ينصف كل منهم الآخر أو هون تمام؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الفيديو للذي يريد أن يتعلم وتحدث الإنجليزية بطلاقة ويصبح متميزا في الرياضيات مهما كان المستوى الحالي له خصوصا لطلاب التوجيه هذه فرصة وتجربة رائعة لكم فإن لم يكن لك اهتمام بهذا فهذا الفيديو لن يفيدك ولا تضيع وقتك به انظر لهذه الكتب إنها مملة لا أحد يحب قراءة هذه الكتب حتى مستر سلطا لا يحب قراءتها إنها طويلة ومملة وجامدة سوف أعطيك المفاجأة قد تغير وجهة نظرك عن عملية التعليم لقد أنضيت أكثر من ثلاث سنوات في عمل برنامج لتعليم الإنجليزية والرياضيات لنحول هذا الكتاب وانظر لقد تحول إلى شخصيات ورسوم متحبك أريد أن أطرح عليك سؤالا بسيطا لماذا عندما نشاهد مسلسلا أو فيلما مدته قد تصل إلى ساعتين نستطيع أن نتذكر معظم أحداث هذا المسلسل الجواب بسيط الدماغ يتذكر الصور أكثر بعشرين مرة من تذكر المعلومات العادية وهذا ما يقوم به برنامجي يحول المعلومات إلى صور أنا علم ما تفكر فيه يوجد الكثير من المدرسين للرياضيات واللغة الإنجليزية فما الذي يجعلك تتميز عنهم وهذا سؤال رائع سأعطيك أربع أسباب وأنا أعني كل كلمة فيها لماذا عليك أن تفكر في عرضي لك السباب الأول من يأتي عندي يحصل على قطعة حلوة السباب الثاني هناك فترة تجربة مجانية للبرامج التي قمت بعملها فأول أسبوع هو مجاني بالكامل وبعده سيكون القرار لك للمتابعة أم وللأسف للرحيل السباب الثالث أنا لن أستقبل لا عشرين شخصا ولا حتى عشرة أشخاص ولا حتى ثمانية أنا أستقبل فقط ستة أشخاص كحد أقصى في الحصة لكي أراقب كل طالب على حدة وأعلم نقاط قوته وضعفه السباب الرابع وهو الأهم وأنا أعني ما أقول لن يتم دفع أي مبلغ من المال في حال لم يرتفع مستوى الطالب بشكل ملحوظ عندي أي إذا لم يستفد الشخص فلن يدفع شيئا لقد أنضيت أكثر من ثلاث سنوات حرفيا في العمل على هذا البرنامج لتعليم الرياضيات واللغة الإنجليزية فأنا أضمن لك مهما كان مستواك بأنك ستصبح من أفضل الطلاب في المدرسة لقد تابعت الفيديو لهذه المرحلة وهذا يدل حقا على أنك مهتم بهذا الموضوع وأتمنى حقا لك مستقبلا مشرقا ولذلك يوجد هدية لك أنا شخصيا أؤمن بأن التعليم يجب أن يكون في متناول الجميع بغض النظر عن الحالة المادية للشخص ولذلك إذا كنت تواجه مشاكل مادية ولا تملك المال فلا مشكلة تعال إلي فئة الحبر المتوهج وهو اسم المكان الذي أدرس فيه وسوف أعطيك بالمجان لقد قمت بعمل هذا البرنامج بكل الجهد والحب بداخلي أتمنى أن هذا الفيديو لم يكن مملا أشكركم جميعا على المشاهدة أتمنى لكم يوما طيبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا